اشتركوا في القناة ويلا بينا نبدأ دور احداث الفيلم تزامنا مع عودة قاتل متسلسل خطير للظهور مجددا تسافر مراهقة بالخطأ الى الماضي وتحاول ان تمنع القاتل من ارتكاب جرائمه بالتعاون مع النسخة المراهقة من والدته نتكلم عن جزيرة القصة بالسيناريو تقديم القصة كان جميل جدا وتقديمه كان فيه نوع من الابتكار حاجة تعرفك ان الناس القائمين على الفيلم دول بيحاولوا يقدموا شيء جديد ومش بيحاولوا يقدموا المعتاد وكمان طريق تقديم القاتل كانت حلوة ورسمت شخصات القاتل بطريقة كويسة جدا وافضل حاجة عملها الفيلم هي الموازنة بين الرعب اللي بيقدمه وبين الكوميديا لان هو من نوعية الرعب الكوميدي ودايما النوعية دي من الافلام بتكون مش افضل حاجة لان هي بتبقى قايمة على تقديم الكوميديا السخيفة يعني التركيبة دي مع بعضيها بحس ان هي صعبة تقديمها ولكن الفيلم هنا قدر ان هو يقدمها بشكل كويس وداي نظرا لان الكوميديا اللي كانت موجودة هنا كانت مبررة عن طريق طبعا يعني فيه صيضان حضاري بيحصل بين ان فيه بنت بتسافر من سنة الفين تلاتة وعشرين الا سنة الف تسعمية سبعة وتمانية فبالتالي فيه فرق زمن رهيب فهي بترجع بتصطدم بقى بالزمن القديم بتشوف الشخصيات اللي هي عايشة معهم دلوقتي ولكن النسخ المراهقة منهم فبتشوف كانوا بتصرفوا ازاي فطبعا برضو بيحصل لها نوع من الاستضامة في شخصيات الناس اللي هي شفتها وعرفاها ومؤدين انهم ما ناس كبار ووقورين والكلام ده كله بتشوف بقى النسخ المراهقة منهم اللي طبعا يعني بتقوم بقى حاجات بقى المراهقة والكلام ده كله فالكوميديا هنا كانت مبررة وشيء اساسي في السيناريو والفيلم ما ببعش نفسه بالكامل للكوميديا بل هو قدم كوميديا مبررة نظرا للاحداث اللي بتمر بيه كمان قدر ان هو يقدم شخصية قاتل مرعبة تطلع علينا بشوية تروعة بحلوية وكمان كان فيه حالة من الرغموت حول القاتل شخصية القاتل اللي هو كان موجود زمان بيقتل ناس وبعد خمسة وتلاتين سنة بدأ في الظهور مرة تانية زمان ما حدش قدر يعرف مين شخصية القاتل ده ففيه جانب من الرغموت ماشي معنا طول الفيلم سواء في الزمن الحاضر او في الماضي حول من القاتل الان بتيجي النهاية وبنشوف شخصية القاتل وبنشوف ان فيه توست بيحصل في الاحداث ولكن التوست ده بالنسبة لي كان غير جايد ويمكن يعني نقول ان هو عكر صف والرتم اللي كان ماشي به الفيلم نظرا لان الفيلم كل العديس اللي حصلت فيه كانت مبررة نوعا ما وكان ليها اسبابها اما بيجي بقى في الاخر التوست اللي بيحصل ده فبتشوف ان الشخصية اللي موجودة السبب بتاعها ضعيف جدا وسبب هزلي بقى يعني هو ده بقى ايه الحاجة اللي كنت بتكلم انا في افلام الرعب الكوميدي يعني بقى ان النهاية بعد ما الاحداث خلاص بتخلص يعني بيبقى فيها بعض اللمسات وبعض الاجندات والحاجات بقى الملائمة للزمن اللي احنا فيه دلوقتي يعني كانت شو برضو افضل حاجة في المهم ان التجربة كانت ماشية تمام وجميلة جدا لغاية الاخر جات يعني خرفت في كام تفصيلة بسيطة بالنسبة الرتم الفيلم في الرتم الفيلم حلو مفوش مشاكل وانا اللي كنت بعاني بس منه الفيلم هو مدى التفاهة اللي موجودة جيل التمانينات المراهقين اللي قاعدين بقى فاضين ما روهمش اي حاجة قاعدين يتنمروا على ده ويروحوا حفلة هنا ويروحوا حفلة هنا فكان فيه شوية التفاهة كده اللي هو يعني انتو ايه يا اخوان الله يعينكم على المهلبية اللي انتو عايشين فيها دلوقتي عن الاخراج زي ما اتكلمت في اول الفيديو قلت ان تقديم القصة كان حلو جدا في تقديم القصة ده يرجع للاخراج اللي قادر يقدم القصة بتاعته بطريقة زي ما قلت مبتكرة قادر ان هو يقدم جرائم الاسل بتاعته ولكن عن طريق الدماء اللي موجودة يعني ما يقدمهاش بالشخصيات اللي بتاعتها اللي موجودة بجد وده الشيء على قدم هو بسيط على قدم هو يوريك ان الرجل بيحاول يلعب على قد الامكانيات وبيحاول يغير عن الصورة النماطية اللي موجودة عموما اما بالنسبة للصورة البصريفة كانت حلوة ما فيهاش مشاكل اه طبعا في زمانين مختلفين معانا في الفيلم كل زمن يتقدم بالطريقة المناسبة بتاعته شوف التمانينات بقى شوف الالوان والازياء والحاجات دي كل الحاجات دي كلها ما فيهاش مشاكل عموما والاخراج هنا كان كويس اما بالنسبة للأداء التمثيلي في بطلة الفيلم كلانة شبكة عملت أداء تمثيلي كويس كان فيه بعض التحديات قدامها وهي قدرت تعملها بشكل كويس جدا وكان نفسي ان احنا نزود في التحديات دي شوية طبعا معظم الأداء التمثيلي هيكون مركز عليها هي لان هي بطلة الفيلم والشخصية الرأسية معانا ولكن في بعض الشخصيات اللي ظهرت تانية معانا أداءهم التمثيلي كان وحش وكان سخيف الحقيقة تقييم الفيلم توتالي كلر هو سبعة ونصر معشرة وفيلم رعب كوميدي جميل وخفيف ومناسب لصهرة ولكن هو غير مناسب للمشاهدة العقلية اطلاقها بس كاة زي مشاهدين يكون خلص فيديو النهاردة ما تسوش تدعموني وتعملوا لايك وشيروا وتأكدوا ان انتم مشاركين في القناة ومفاعلين الجرد عشان صاركم كل جديد واشوفكم تاني في فيديوهات جاية جاية ان شاء الله السلام عليكم